كيف العادة؟ إعلام الكابرانات تقول لك سيدي ما عجبهمش الاستقبال لدار المغرب في الجزائر تقول لك سيدي استفزينهم بشعارات مستفزة ما عرفش أنا أشمستفزة زادة إلا كالمغرب كتكبر ببلاده وبملكه ولوحدة الترابية ديره عكسهم هما اللي وصفوا للمغاربة بالحيوانات والله العظيم إلا بعض المرات يعجزوا اللسان عن التعبير معلين غير نقولوا والله يشافيهم ويطلق صراحهم من هاد السيجن تكليخي اللي عايشين فيه أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه المقدمة الرياضية شتان بين استقبال كبير بمطار غوري بمدين الدولي بالورود والتمر واللبن مع تخصيص المساحة حتى لللاعبين لإقامة الصلاة تسهيلات جمهورية وتعزيزات أمنية مشددة على طريقة المواكب الرصبية لتحضى بها كبار الشخصيات علينا شوفوا الصور وإياكم يقال أن الصورة خير من ألف كلمة والصورة هي اللي تهدر مشهنا صحيح كان الاستقبال هناك في مطار وجدة بالمغرب داخل المطار كان بالمثل بالورود واللبن والتمر نحن الإعلام الجزائري نتحدث الحقيقة كما هي لا نزيفها ولا ننقس منها ولا نزيد عليها لا نزيدش عليها لكن لماذا تم الاستعانة بمجموعة من المناصرين التي كانت تردد الشعارات السياسية البعيدة كل المعد عن أخلاق رياضة ما تقول ليش جو حدهم لأنهم مداموا مصلوا حتى ما كان خرج اللاعبين هناك من ساعدهم أو وجاهم وساعدهم من وصوله لك نشاهد هذا الفيديو بالعكس اللاعبين المغاربة كانوا يتجولون في مطار هواري بومديان الدولي بكون أريحية الصور هي تهضرنا من هضروش ولا شخص تحدث إليهم بسوء أو تقرب منهم أو حاول التشويش عليهم كما ركوا تشوفوا الجمارك الوطنية أو الجمارك الجزائرية تحياتنا لكل الجمارك الجزائرية هذه بمطار وجدة اليوم نقول الحقيقة نحن لا نزيف الحقيقة هكذا كان استقبال في الجزائر أيضا بالتمر واللبن وحتى الصندويتشات والورود أيضا ولا جزائري كان متواجد بالمطار حاول تعكير الأجواء على الشقاء المغربة فكانوا كل جزائري يلتقي مع الوفد المغربي إلا ويقول له مرحبا بكم خواتنا انتشرت بعض الصور لللاعبين اتحاد العاصمة في مقر إقامتهم على أساس استقبال من طرف الفريق المغربي ولكن في الحقيقة لابد أن نقوله أيضا أنه ذلك ليس بالاستقبال وإنما تلك خدمات تقدمها كل الفنادق خاصة الفاخرة خمس نجوم كحق ضيافة للوفدين على الفندق يعني ليس حاجة جديدة وليس لها أي علاقة بالضيافة والكرم يعني أي فندق تروح له في العالم يكون من خمسة نجوم فما فوقها يخصصون لك ذلك الاستقبال سوف نذهب معكم الآن بعيد نأكد لكم أن الجزائريين حقا أهل الرجلة والنيف والمبادئ ومشيح القارين ويكرمون البراني مهما كان اليوم أنا شخصيا كنت حاضر في ملعب رويبا نهاي دورة لونف بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري في اختتام هذه الدورة وعقب تكريم المنتخب المغربي صاحب المركز الثالث شوفوا كي صعدوا للمنصة ماذا فعلت الجماهير شوفوا بعينيكم والفيديو أنا صورته شخصيا نتابع هذا الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا تفهموا كل شيء لا نخلط الرياضة بالسياسة ولم نمس بالشعب المغربي الشقيق الذي تربطه علاقة قوية مع الشعب الجزائري لكن هذه التصرفات تأتوح جيب مجموعة وتخليها أمام مخرج اللاعبين ويتلفظون ويتحدثون ويصرخون بشعارات سياسية بعيدة على الرياضة الأمر هنا يطرح علامة استفآم لأنكم منذ وصولكم للجزائر إلى غاية خروجكم وعند توجودكم بالمطار وعند توجودكم بالفندق ولا شخص يمكنه أن يتقدم إلى الوفد المغربي لأنه بالأمن والأمان وللإشارة كما قلنا أنه تلك المجموعة كانت حاضرة بمطار وجدة رغم أنها حاولت التأثير على معنوية اللاعبين من خلال تلك الشعارات لكن لم تتقرب إليهم لكن في الجزائر ولا شخص يعني خصص أو مجموعات خصصت ذلك لا نخلط الرياضة بالسياسة وكل حاجة في بلاستاو الحديد القياس لا تنساش مثل الجزائر قلها وفتخر ورف دراسك مثل ياسمو أول قناة إلكترونية في الجزائر لا تنساش